اهلا بحضراتكم في الجزء الاخير مين المجري زي ما قلتلك عادي اللي احنا وصلنا لحق الجمهور الجمهور هيسألوا انت اتجاول نبدأ دي ما بيدربش حد بأي نادي في مصر الوقت هو ليه تجارب ناجحة في البلاد العربية يمكن قلنا الكلام ده علشان ما عنديش اللي هو السمسار وكيل او مفيش حد يتبنني يعني لانه اه عايز حد يتبنني والنبي اللي بعده كنت حابي باسأل كابتن عادل ايه اغلاجون هو سجلوا في طريقه ايه افراكسبور لانه كان بطولة وبطولة مهمة جدا من الحاجات اللي اثرت في نادي القرن على فكرة هدولنا هدولنا الجول ده شباب عشان ننص نشوف ده بنالتي يعني وكان صعب جدا وقعدنا يجي خمس دقيق قبل ما شوت البنالتي وكانت مشكلة وكبتن قسامة اه كرة رحيت له يا ريت جبوها اه شطة صغيرة قوي يعني ونتعرف كبتن قسامة كان قدي شاويد اه شاويد فجي نشاويد فالجول ده جيه في الوقت وبعدين كان الاستاذ كله مليان كان بقى ساعتها الجمهور بيبقى فول اه طبعا فالاستاذ مليان وده لو ضعت الجون ده وهم تعادلوا معاك ممكن تخد ما تاخدش كاس افريقيا ده فايدل طبعا كان الجون صعب بالنسبة لي يعني هنجيب لك الجول وكان فيه لعيب اكبار في الملعب وانا المدرب قال لألان هارس قال لأنت تلعب البنالتي ده طيب اللي بعده حبيبا سأل كابتن عادل ايه اصعب بطولة وحقاتها يمكن قلنا البطولة اللي هي بتاعت تلاتة وتسعين دي اه اه دي اصعب من اصعب البطولات لان رحنا لعيبنا مقشو صعب جدا في ساحل العاج وكان فيه مشاكل كتير في المباراة كنت مع افريقاسبور اه الا 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 في الاخير اللي احنا جبناه لكن ده اه هو ده ضرب البنالتي اه وين الناس اللي قد في الملعب دي كنت نوقف الملعب وقف سبع ديائق علشان علشان بيعترضوا على انها مش بنالتي اه ماهو الكرة من الاول عبدالجليل اللي يمكن كل الناس وانا قعدت سبع ديائق كاتب مصطفى سبع ديائق وقف ماسك الكرة وحجنن يعني واللعيبة مش عايزة تخلينا نلعب ويروحوا يدايقونوا ونزلوا الناس ورحين الخنقوا مع الحكم انها كان الفرقة عظيمة والناس اللي ورا دول ورا المرمدية حاجة حاجة مش ممكن الفرقة دي كانت قوية جدا لأ ساعي العج وبعدين كان دي احمد وطارة والن ترجي ماجي وقالوها تومسون ولاعيبة بلاعيبة قوية وبين نساءل بس مالضيحاش انا وانا قاعد خايف لتضيع وكان في حسام حسن وناس كتير قوي مفروض تشروف يعني وانت كنت محطوط انت في العقب كنت رقم واحد في صرت رقم واحد عندنا محمد رمضان، بس ما كانش موجود في المطش ده. دي لو ما كانتش جات كان زمني. اللي بعده. ايه اكتر مطش بتحبه ليك؟ يعني انا بحب مطشات كتير، لكن في مطش انا عزيزي على قلب قوي، لعبته في الكويت. مع الاهل والقادسية الكويتي. متعدين نقاط. ما سنة كام؟ كانت سنة ثمانية وتمانين، اخر ثمانية وتمانين. طيب اللي ما تشق المتش الهنا اللي بتلعبته؟ اتنين اتنين. اتنين اتنين؟ جبت الهدف فيه؟ وجبت اخر جون في اخر ثانية. في اخر ثانية؟ او جون موجود لو حبيت تشوفه. طيب اللي بعده؟ قرياته عن كاس العالم يعني وايه الامور اللي ما كانتش واضحة لنا هناك؟ الامور اللي ما كانتش واضحة ان هولندا بطل تمانية وتمانين. اي هولندا التصنيف الاول في العالم. من جير ترى بدعة كورة. فكنا في مجموعة صعبة جدا. وعملنا بمطين وكل الفرق عملوا بمطين لاخر المباراة. الحاجة اللي ما شوفناش ان الكابتن جواري خد احسن مدرب في الدور الاول انا في كاس العالم. اللي بعده؟ من اللاعب اللي بيفكرك بنفسك او خلفتك في الملاعب مثلا. بتحديد بعرف ده جدا. انت شايف مين عدل عبر الرحمن في الاجيال اللي موجودة دي؟ انا عمار حم دي. عمار حم؟ اه. عمار حم انت شايفه هو عدل عبر الرحمن؟ اه. يعني كان فيه الحتة اللي بيجي من وراء سرعته كده. بيشق من وراء؟ اه بيشق من وراء. طيب. السئلة ههم فيش حاجة فيها صعبة هاي؟ نا صعبة سهلة جدا. سهلة. وناس بتفهموه. طيب. حاجة جميلة.